استضافت ساحة السلام بحديقة الشهيد في منطقة شرق حملة فنية تحت عنوان ظل الشهيد والتي تهدف لأحياء ذكرى شهداء الكويت الذين ضحوا من أجل هذا الوطن وحظيت الحملة بمشاركة واسعة لعدد من الشباب الكويتي الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه آباءهم وأجدادهم من تضحيات فداء للكويت عن طريق استخدامهم لبعض الوسائل الفنية المبتكرة لتقديم رسائل الشكر والعرفان للشهداء الأبرار من خلال شريطة بيضة نقدر نكتب عليها ذكرى أو دعاء أو حكمة نتكلم فيها عن الكويت نعلق هذه الشريطة على الشبك ومن خلال مشاركة المجتمع المدني ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والحكومة ومشاركة أكبر عدد ممكن من الناس طوال مدة الفعالية التي تمدد لشهر راح تشكل عندنا لوحة جميلة في هذه المساحة الخضرة اليوم في مناسبة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت اختاروا القائمين في حديقة الشهداء أنهم يحيون ذكرى الشهداء بطريقة مختلفة وتفاعلية لما كل واحد فينا عنده قيمة معينة كلمة معينة عنده راي عنده رسالة معينة يبي يقولها للمجتمع يبي يوصلها إلى أرواح الشهداء اللي فدى والوطن يقدر يكتبها ويعلقها في حديقة الشهيد ويشاركها في الهاشتاغ فصارت في وسائل التواصل الاجتماعي موجودة وصارت في النصب التذكاري الموجود في حديقة الشهيد